قال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ستضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة لاستعادة توازن القوى في أوروبا إذا تبين صحة تقارير تحدثت عن عزم الولايات المتحدة زيادة عدد الأسلحة النووية في ألمانيا تأتي هذه التصريحات ردا على تقارير علامية أفادت بأن الولايات المتحدة تنوي نشر 20 قنبلة نووية في قاعدة بوخل الألمانية الجوية هذا العام ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن موسكو قد تنشر صواريخ اسكندر العابرة للقارات في منطقة غالنيجراد كرد على أي زيادة في الأسلحة النووية الأمريكية في ألمانيا